عسل اما عسل اما ان شاء الله يارب تكونوا بألف خير ونعمة ناس الكل اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى الي وصحبي اجمعين اشنو اعاملين اشنو اخباركم قاعدين تشربوا في قوة ولا لا الحسيل الفيديو هذايا مصورته النهار اثنين هو لكميلة متاع الفيديو اللي عملنا في الكروسون ومشي اتخذت فيها كل الباش هكايا اللي باش نعملوا في الدراس وهذه العشوية مش عشوية صباح وعشية مبعضنا حصيروا رواحة للدار دي ريكتبش نظام الكواجينة شوية لما الخطر خرجنا الصباح بكري يعني خليت الدار كيف ما هي لحقيقة خطر مزروبين معنا عنا وقت ربطنا وكل شي وكا ومن بعد عد رواحة المحالة اني منحبش نخرج لحقيقة نخلي داري داخل بعضها اما اليوم ما فيما بارشا حاجة والدنيا داخل بعضها في الدار الكل مش حتى معناها في الكواجينة كهو هيا شوية وقت ونتشجع مبعضنا وليمت هذي عني بارشا حاجة مش نعملها ما معاكم ان شاء الله ربي يسهلي فيهم يا ربي وهاكموا معايا خطيبة خطيبة ما بعضنا ان شاء الله كهو لاني اختيت المعون كل ميته بحذية لما حال عندي كان معون لفطوء الكيسي انا اللي افطرنا فيهم وعندي اللي طيبة فيهم الكروسون وكهو يعني اللي صحنا اللي قلنا فيهم كيف نعمل حاجة في الليل دي ما نتشجع لها الكواجينة نخليها بيطا ضيفة حتى المعون راجع لبلاستو معنايا نحاول اني بلي ما نقدر نخلي الخامات فارغين وطاولة فارغة وكل المعون كان اخلط اني اللي خسلته هني ارجعه كان مخلط نخليه شيح كهو ملطقة لشعور كوجينته تبدا نظيفة والله كهو كملت اخطأ المعون ومش نحط انطيب معاكم الفطور ليوم باش نعمل مرقة اسهل حاجة من هي فطور من هي عشيه بمانو اني لي العشية تشوفو نوع عندي آم نحاول ديما نطيب اكا حاجة يعني من هي فطور من هي عشيه اسهلي سهل حاجة مرقة بنسبي المرقة لجلبينه هذي كسهل حاجة كاو ترفج البنا اللي حطيت باش ان كنجلها كليتها والرمضان شريت وقتها مشاء الله كمية كل شي مشاء الله ما قعدتش اني في بالي باش كل مرة نشري شوية ونخبي كل مرة نشري شوية ونخبي ياخي ربي ما سهلش وكاو يزي هاوك اشبعنا عبايا في وقتها اا وكاو قعدت اللي يدوبها شوية هكا متاع تاتي بتين تلاثة ما اكثرش ولاي فما فما عند اللي بيعوا لتوابل فما جلبانة شيحة لحق ما عملي ما جربت اا طيبت بها اا مرة هيك زرعنا في زرعنا معناها الرجل يخدي فول وجلبانة خديج جلبانة شيحة اول مرة نشوف قلي رو هيك اا اللي بش يزرع يزرع جلبانة هذي كشيحة اا نتذكر اخذت بنا حميتي شوية قل بش نفخها ونطيبها الحق مسألتها شبه يا ولا وعيولي كان بها تنولي ناخو هيك حتى شوية وان اا جلبانة شيحة وتنفخها كيما الحمص وطيب بها الحق ما عديش فكرة عليها حتى كل جلبانة الحق ما عمري مشريتها ولا جربتها شوفها من بيعوا جلبانة حكوك ولوبيا حق في الحق وكل حق ما عمري ما جربتها اا نحبها الجلبانة ونحبوها لكل معناها نحبها في الروس في مرقة هيكة ومقارونا جيريا حاجة هيكة تعجبني اما سبحان الله كل عام ميسهل شغاني اني باش نخبي منها كميع بيها قلولي كان بيا الي جلبانة شيحة ولا لا تHeykani ناخو كما ناخو في الحمص ناخوج جلبانة كاوليني حاطيت منقلي في الابصل وحاطيت الطماطم اوش نعمل مرقة كيمو اغطي لكم مرقة البناء. اني في في الصيف الاكثرين اعمل مرقة اه مرقة اللي بالحومس وزبيب. اذيك بالحق بالنسبة لي حاجة اخرى. اه خاصة تبدأ بالحم ولا تبدأ بالداند. صراحة فيه بنا مش نورمال. اكثرين طيب هيك في الصيف. مرقة متاع داند ولا متاع الحم. بالحومس والزبيب. جي فيها حلاوة وتجيب نينة على الاخر. اه ما نعمل اش معنا يا مرقة بطاطا ولا مرقة جلبانة ولا حاجة. اكهو. قليت كل شيء وحطيت اه مش نحط الفاح. نين فوحة وكاكركم. فلفل احمر. عود عود نحط شوية كليل كي نعمل كي نعمل الجيج. عندي كخليطة متاع فاح متاع جيجيك اتعجبني في المرقة فيها كتوابل وكل شيء ونحصلوا فيها حاجات كتوابل لبنان. الهروس وكل. نحط منها شوية في المرقة تعجبني على الاخر كاكر. اني حطيت الجيج وحطيت جلبانة ونخليها اطيب في عقلها. من بعد هاوك نحط. نحط فيها بطاطا. امسان سألني البطاطا نقليها. اما بحكم ما عنديش بطاطا برشة عندي اه كعبتين قلتها نحطها في وسطها. ومن بعد نحط لها جرين فلفل ونحط لها رشة معدنوس. من ناحية دي مفتور سلموتة وبعد نحط المعدنوس. نصيروا بنينة دي الحقيقة. هاوك اه قبل نعمل نعمل حمص وجلبانة يعني في ها المرقة. بعد كنا نصورها المرقة كيف يقولوا لي كيفيش حمص وجلبانة وليت نعمل الجلبانة صافي. ولا نحط في بطاطا ما لا نحطش فيها. كاو. اسهل الفطور في العالم. والله اسهل من اسهل ما كلت تونسية نجم طيبة. كاو ارتحنا على الفطور خليته يغلي ولهني جيت مساحة الدار ما صورتش معاكم باش ميكونش اشتكرار برشا في القناة. كملت فرشتها ولهني اه طابت المرقة كي ما قلت لكم. نديما نهز فطور سلمة وبعد نحط لها اللي نعود لها هيك شوية غلوة صغيرة نحط لها اه رشا في الفل اكحل ونحط لها المعدنوس خاطة نحبها بالمعدنوس. اما سلمة ما تحبوش المعدنوس بالكل. ما نعلمش شنو بشي نقصها ولا يزيدها كي تهكله. اه كاو. حق اليوم ما عنديش لي خضرة لابش نعمل سلاطة لابش نقلي هيك حاجة في الفل ولا اه فلفل اخر قرون عندي تد تنشوفو تتوفو معايا معنايا عليش ما عنديش قضيه. اه جمعة ديها ما قضيتش خاطر ساي فريجيدير ما عادش فيه. ما نحكي تلكم واني نمحل عندي توسنين عني منه الحقيقة اما كن نكذف في روح ينقول سافا سافا يعدي روح وسافا يبرد الصيف الحق الصيف بالحق ما يبرد الجمرة فريجيديري لا نعرفو مي بارد لا نعرفو غلة باردة لا نعرفو دلع بارد لحتى شاي. قولوا كيفاش هيك اصبرت. الحق اني عليش اللي بنات كنت صابر عليه الفريجيدير حتى وقت اللي عملت الكوجينا وقتها برشا قولولي اعمل اعمل اعملك الفريجيدير اهم من من غسلة الماعو. اني الفريجيدير اللي كنت حاطته في بالي ودي جاه حتى البلاسة اللي عملته في المارو بتاع فريجيدير متاع اكل زوزة عرفتو من لبنتك زوز بباني تحلوها في النوار اخترتو اما غالي يعني فكزون سبعة ملايين هيك ماركة بايا وكل شي يعني لحقيقة مخلطناش انا باش ننجم معناه ناخو ناخو فريجيدير كما هيك. قلت برا معناها ان نشد روحي به اللي فريجي دير لي عندي حتى ربي سهل ناخو فريجي دير اللي انا نحب عليه حبيت على فريجيدير وحتى القياس معناه لمتاع له spoس هזاي خضيناه متاع الفريجي دير الكبير وعريض وفطو وكل شاي خضيناها علي القياس اللي انا حبيت علي حبيته فنوار حبيته هيك لبزوز ب بان وحاصيله آآ هداك اللي كنت ناويتو قلت ان شاء الله وقت اللي ربي سهل فيه آآ معناه ناخد هداك ناصبر وني صبرتو اللي صبرتو مع فريجي ديري اه ولي خسرت عليه ما ياخذ فرجي دير اخر اما قد دي ما صابر دي ما قول ميسالش هتو في العقل توني اخذه ان شاء الله اخر بريود بالحق فرجي ديري معدش معدش يبرد جملة دجا حكيت لكم في الموضوع قطل لكم تنصحوني بكونجولاتور ولا لا مشينا على اساس مشيت نشوف في الاسوام متع الكونجولاتورات مش ناخذوا فكرة نوراجلي شنو وانا ياخذوا شنو الكبر وكل القيد كونجولاتورات محليهم اكل هو كما الفرجي دير يبدأ سنيدق سنيدق سيح ميرفعش برشة كما الكونجولاتورة كل اكل متاع الاحوانة وكل شيء اما حلا في المنظر مزيان يجي في الكوجينة ما غير ما نقعد نحط في الكونجولاتور معنا في البيت دريسينج وكل شيء اخر اللحظة باش ناخذ كونجولاتور ما نعرش كفاء راجلي بدل رايو قال يسيرين باش نقعد رانا نعانيه في الفرجي ديرا وهكا وهكا زايد الفلوس باش نحطها في كونجولاتورة صغيرة باش تقعد لا تلقى كيفاش تحط خضرتك لغلتك قطل ومسال اش هتون نعود ومصلحو الفرجي ديرا هضايا المشهور واحنا كيف جاي الصلاح اللي بنات يشوف فيه الفرجي ديري الاقديم القام عاش يتصلح قال لنا زايد ما عادش فيه برا وخوضوا واحد اخر وكهو حاصيلو هذي هي الحكاية الكل اللي صارت في الاخر امشي اه الحق معناها فكرة فكرة اه وتخمامه هو الحق اني حبيتك ناخو حاجة ناخو حاجة به ياهوك وكما حبيتها اما سبحان الله ذا كاربي شنو اكتب خدينا لقينا كونا حيرين وبين ماركة تورنادو وماركة ليسونس هذي هي ماركة يسونس تبعا سوني اه ماركة المانية ولقينا ماركة تورنادو اذي هي ماركة مصرية لبنية ما شاء الله ما تتصوروش الكبر متاعو كي نقول لكم يرفع عالوش يمكنه ما شاء الله كبير وكل على اساس بش ناخذو هذاك في اخر لحظة كمشي نيلو اه مشي معناه بشي ياخذ الفرجي دير ساي ويجيبو قالوا اسمع راو ليسونس راو تير طيرا بالتورنادو هذي تورنادو اه مشكور اه مصري قالوا راو هذي الماني راو تتشوفوه كله بالحق مش نورمال ما بهورة في بصراحة حمدول الله وكا هاو اخذينا هذي اه اخذينا هذي اه ان شاء الله ياربي شايرين اخرين دلاثة شهور اخرين ناخو كونجيلاتور كما حبيت علي هنا خطر راو كونجيلاتور هذا يرفع لي حتى شي ميرفع ليش معني بش نحط نكنجل حاجة ميرفع حتى شي اه بش ناخو كل كونجيلاتور اللي يبدأ بالي تاجورات و تاجورات معنا يتراه تراه فرجي دير اما هو كونجيلاتور يجبني اجنب المارو بالضبط عندي البريزم وعندي بلاستو ان شاء الله ربي سهل فيه يا ربي انكمل ناخده حاصيل عملها برنامير حانه لناخد الترنادو لا يمشي رجلي هو صاحبه لناخد الترنادو وكلمني قال له مولا الحنوت قال لنا احنا قلنا هذا لسانس لسانس ماركة معروفة معناه المانية ماركة المانية دي جا عندي منها تلفزتي تلفزتي ماشاء الله عندها 6 سنين لابس عليها ماركة معناها ماركة وان شاء الله مرة جاء ناخد كونجلاتور قليل لناخد الترنادو خاطر واسع بالاخر كمشي غاديك مولا الحنوت قال وراءه هذا يطير بيهتيران ترنادو كهوال اكلمني قال يصيرين قال الترنادو ليس قدام هذا ليس طيار وراءه هذا زائد على الترنادو نقول لكم 300 الفضاء يا اخي اخذي الليسانس لانه كبير صغير متى صغير ليس صغير وصفة لانه كبير لانه صغير او خاطر بالعرض يمكن ان يكون بالعرض والله اعلم لانه صغير ليس صغير ماشاء الله الترنادو يوجد برشة برشة لانه تقريب 6 او 7 نحن نحن على بقية جديد و حين تشاهدت و لنكثل من تشاهدت مثل الزائعة و ما ظهر ترنادو و من شاء الله و كنت تشاهدت أين يصل و لن تكون لم يكسل ثلج و لنا تكون لدينا كل شيء الاخذيئ اسباس لم يكن غير قريتها و كنت قمت بيدك و ربي سهل وربي يرزقنا ونأخذ كونجلاتورك في البيبين نضعها لهنى ان شاء الله يا ربي سهل هيا خليني اركحوا شوية معاكم باش نمسحوا وان شاء الله غدوة نتحط في الضوء هذي شمعات شي برد نوريكم حالته وكل شي فيها عادم كل شي فيها عادم اكا هولاني اللبنية باش نركح لتاج وريد كما قلت لكم وراء ومشكلته هذائم بلول اني وقلت يا شنو هل عليش مفهماش فرق كبير ما بين ماركة مش معروفة برشا اللي قطلكم ماركة مصرية اما راهي مشكورة على اخرى ماركة ترنادو راي مشكورة برشا وكما قطلكم راي صدقوني يرفع اعلوش ماشا الله يعني كبيرة على اخر من عليش عليه في اخر اللحظة شكرهونا شكرهونا وبعد في اخر اللحظة بدل رايوا ما نقلنا لو هذا خير سبحان الله ضيب من شاء الله يمكن احنا خاطرة أعامين قطركم فرجديرية مامباي برد نحس فيه مش نرمال تقولش عليه كونجولاتور من اللوطة نقصنا فيه الآخر حد معناها بتاع البرودية بتاع البرودية بتاعه ما شاء الله معناه ده بس ده الميد اخرج تقولش عليهم ثلجة ما شاء الله ما شاء الله والله إني وين كنت عايشة والله صدقوني يا لبنيت حكت طماطم ما تشدنيش لثيين تعدم حكت الهريسة نهارين تعدم الغلة نشريها تعدم كنواريكم فرجديري كل شي عادم فيه ريحته تعيف الحقيقة معناه والله يعمل بالرأي معناه شري فرجديري كنت حاطه في بيلي بش ناخو كونجولاتور كاوهاوكا تخضي الفرجدير هذا يا سيحة الصغير مش كيما إني تمانيت الحق متعربي أما شفتم جايب العروض تشوفوا ما شاء الله رفع لي الخير والبركة رفع لي أكثر حتى من فرجديري يعني حقلتوا راني دجا حتى في الفيديو نقول صغير 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 ظهور رخيص على خاطره صغير وكل شيء هذا يا لبنانتو زبنانو 300 قلت بلكش رخيص على خاطره صغير ظهور ما فيش برشي تاجورات ما فيش برشي أكسسوارات أكسسوارات وكل شيء من بعد ما شاء الله رفع لي معناه أني تو فرجديري يرفع لي مثل أربع صنادقك اللي بيظم تعلق الخضرة هذا يرفع خمسة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله حقرته أنا حصيله ما شاء الله رفع لي كل شيء اللي في فرجديري الخضرة غلى كل شيء يرفع لي بالباهي بالباهي خاطر جايب العرض عرفتوها مش جايب الطول أما الحمدولله والله رحمة كبيرة رحمة كبيرة رحمة كبيرة واحد يشرف في مي بارد الزبدة نحطها في فرجديري لقديم تخرج لي ذيب ما يقعد لي فيه شيء تقولولي علي ما تخسلش الخضرة أنا الخضرة كيتشدني أربع يام رهي باي حكة طماطم تقولي عليش ما تفرغيش في حكة لاتو كل حكة طماطم كنت نحطها في حكة أخرى دي راكت تعدم دي راكت من غضا نقاع عادمة خاطر كيف وكيف لخزينة فهمتوا لبنية فرجديري للاخر كيف وكيف لخزينة والله بالحقرة عندي مثال شحور هكة حاطته في الفرجدير ذيب الشحور منباكة يبرد حتى طرف والمدة الأخرى الكل دي ما يجري بالمي حمدولله والله حمدولله ربي كيفرجها والله سبحان الله كل حاجة بوقتها أما والله حاسة فرحة كبيرة 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 في كوجينتي يعني كل شي تحطه هكة ويبرد لك هذه حاجة عندي برشة ما حسيتش عندي برشة شعور ما حسيتوش نحل الفرجدير نلقى دي بوسمي بيرد عندي عميدة كنت نستعمل عندي ثلاثة سنين نستعمل في الجراسير أو كنحطها في الكونجلاتور شوية بعد نحط في الجراسير أما هي غلطة 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 خطر أني كنت كنت ياسر معناها نمحتل فيها لحكاية نشري في حاجات أخرين ونعمل في برامج أخرين خط الفرجدير كنت حاطة فرجدير آخر في مخي كما حكيت لكم أما كاوكي مش نقعد نكبر في كرشي نتعب ياسر معناها يزي حتى ضي محلاه ويبرد ما شاء الله والله يا لبنتي هبل هو كاخوذوا فكرة اللي يحب ياخذ فرجدير ولا حاجة الماركة راية روعة روعة ما شاء الله دوبة ما حطيته في الضو وما نحكي لكم مش ما شاء الله يا آني معناها خاطر عندي برشة فرجدير عندي ما يبردش ولا هو ما شاء الله هو ما شاء الله حسيلو لو بست الميق وطلقم في ساعة في ساعة تولي تحسها بش الثلج اوكي قاعدين نفهم وفين شلطا ركحو هكا بالبهي هكذا هكذا نحكي لكم كل شي وعملت لهم مسحة وما نحطه في الضو ردوا بالكم كما الفرجدير تبعده من بلاستو بش تصيقو راه ولا حاجة أني راني اللي عدم لي فرجدير هو التحويل قبل ما كانتش كوجينتي هيكا معناها باينة معناها بلاستو فرجدير او كما تتحرك قبل فرجدير في الجمعة نحركوا مرتين من بلاستو نحركوا ونحطوا في الضو فهمتو اللي بناتو وذيكا الحاجة اللي تهلك الموتور معناها يتدردع من بلاستو يتخذ ومبعد يتحطوا في الضو هذا يهلكوا على أقل ساعتين من رحية الضو قال لي يا توابش تطلعوا في الدروج وتخذ خيذ وكل لازموا علا 24 ساعة مسكر ومبعد نحطوا في الضو وكل مرة كما مثال نحطوا ونحطوا 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 وننظم قضيتنا ونحطوا وننظم لنخرج ونقضي قضيات خاطر ما عندي حتى شي لا خضرة لا لا حتى شي فرجدير كان فارغ كل شي فيه عادم حقوة المعجون عادمة الهريسة عادمة قولوا كيفش كنت تعامل انتي والله مشيتها بضحكة وكهو بضحكة ولعبة وكل مثال اشتروا ربي فرجها ما لا لا احساس اخر كل شي يجي كل شي يجي في وقته كل حاجة ربي اقتشم كتبها بشتصيق والفرج يجي درجة درجة كل شي هكو مترا في حياتنا حتى شي كل شي صعيب في حياتنا بالله حمد الله اخرجت لك التراس وهو التراس ما يكل على قلبي حصيله منش طيقته جملة جملة نحب نظف ونحب نخسل الزرابي اللي حاطتهم فيه اما هني عاملة روحي عين شافتوا عين ما شافتش نحب نكمل ركح الكوجينو وبعد نعمل التراس داني دخلت صغار اليومي ترينيو دخلت عندي كتباش قلت خلي النقاط نطوين حط حاجة نتفرج عليها ما دام صغار جايو بشنا نحط لها ميت عشاء وندوش لها مكل شي حالة الدار خاطر ليهني العشية بطبيعة بشنا نصيق البركون اللي عشية را خاطر غبيبر وكان حل الدار لازمتها معناه كان حل الدار اللي بنات العشية ديما نحل خاطرني ديما لازمته البركون نظيف والبرح ما شاء الله انطرر وقبلها عزيون هالا حد هو النهار السبت ريح وصبت انطر لازمت ان نعم تنظيفها للبركون لاني جبت شوية اجاكس نمسح فكي الطاولة حالة الطاولة بالقرقاشة كل يوم نمسحها كل يوم وهكا اني حاطت واولة ضومة الزوت خاطر طاولة البلارة الكحلى اللخرى تكسرت لي كاليش حطيتها ضومة حطيت بحذية كصيد الريم وهكا بش نحط نطويت بش نرجع البلاستو حس روحي هيكا يعني كل شي كمرته بخير ما نخلي غدوة بعد ما عندي حط شي اليوم واني اصلا نريده في الصيف كي نبدأ ما عنديش خرجة العشية ولا حاجة نحاول اني نقضي العشية كي نبدأ قاعدة في الدار نحاول النقص على روحي قضية غدوة كي نبدأ مرتاحة مثل كي نخرج الصباح كي نحاول نقص على روحي القضية العشية ديما ديما نحاول نقص على روحي تعرفوا خطر الصخانة في القائلة نبدأ نتلوح مبلاصة لبلاصة ماذا بيا ما نعمل شي وماذا بيا ما نصورش خاصة تصوير هو اللي يتعبني في الصيف نحاول كي نعندي حاجة وكي نعملها في العشية كي نتبش ولا مسحان لحق نمسح الصباح كي نحسها تبرد لي الدار تقعد لي كي نهار كامل نبدأ مرتاحة فيها اما كي نعندي يتبش عندي حاجة في الكوجينة بش نعملها بش نطيب حاجة حكي تاخو وقت كي نعمل قد وحاجة ديما العشية حصلت كتبش هذوكم كل مجمل خاطر اه كم تعرفوا نهار سبتم شين على البحر حصلتوا نهار لحد ونهار لاثنين هكو نطوي فيه مش نهز كل حاجة بلاستها عندي قديش يعني ما طويتش هتبش في الصالة واصلا ما عادش نحب تطويين نتبش في الصالة نحب كل هتبش يتحط في بلاست ونطوي على بلاست وماني كي حبيت نتفرج على المسلسل هزيت كل شيء ولو شنخرج لهنية للبركون كي ما قلت لكم شنحل ولم حالة محلول لما محلول محلول حالة شوية ولهنية كي قلت خليني نكتشف قيته بكل غبرة حالة حليلة لازم انتي نصيق قبل ما يقص علينا الميه خاطر احنا الميه يقص علينا في الليل لازم انتي ديما ننزل بروح القضي كم شو نعملها نعملها على بكري بعدت ريدو ان شاء الله زيدا لازم انتي مودة اخرى نركح نعمل الكاشر ريدو هذا كما وش ركح ان شاء الله ربي سهلك شوفوا لهنية الحالة هكا هولهنية كملت محلول منظر والله نحس فيه راحة راحة نفسية كانت حتى الريحة خايبة في الكوجينة وديما فما ميه ريته تحت الفرجدير ديما ميه ديما نمسح ديما هيكا محلية الدنيا شايحة الحمدوله يا رب كل واحد يعطي اه اللي ان شاء الله اللي يتمنى حاجة شلا ربي يكتبها له ويكتب له ما خير او كل بركونة نضيف والدنيا نضيفة والدنيا بدي تظليم هني سايق محلية الشعور كتبت هيكا حالة الدنيا وعرفت وكل حاجة نظيفة ما تدخلكش لغبية بلدار هكا هوا تقريبا هني وصلت بكم لاخر الفيديو ان شاء الله فيديو اليوم اعجبكم بوسة كبيرة ليكم ونسلكم وعلى خير موسيقى